اشتركوا في القناة بشأن إصدار بيان استنكار العمل الآثم لاستهداف مكة المكرمة يعقد هذا الاجتماع في ظروف سياسية معقدة وظروف اقتصادية استثرائية يتحتم علينا أن ندعم ونحمي مسيرة العمل المشترك الخليجي بين دول مجلس التعاون لمصلحة أوطاننا ولمصلحة شعوبنا في المستقبل طبعا هذا المؤتمر سيناقش العديد من القضايا وهناك العديد من البنود أهم طبعا تقرير السابق اللي هو التاسع الذي عقد في المملكة العربية السعودية العام الماضي شهر نوفمبر سيكون هناك تقرير مقدم من المملكة العربية السعودية وأيضا سيناقش التقرير المقدم من الأمانة العامة الخاص بمسيرة العمل المشترك الخليجي وأيضا سوف يكون هناك بند خاص بند خاص بالصدار بيان ضد مشروع العدالة للأرهاب اللي صدر من الكونغرس وأيضا سوف يكون هناك بيان خاص بالاعتداء الآثم على مكة المكرمة ترجمة نانسي قنقر